حبات المشاهدين ننتقل بكم إلى الزميل مؤيد الفرطوسي أهلا بك مؤيد وعظم الله لك الأجر مؤيد يعني هل هناك استعدادات أو جرة الاستعدادات الكافية ليوم غد لاستقبال الزائرين والمعزين في ركضة طوارج نعم عادل أعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بذكر استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته الطيبين وأصحابه الأخيار المنتجبين نعم هناك استعدادات على مستوى عالي جدا أنا الآن أقب في منطقة طوارج أمامي جسر طوارج وعلى يميني نهر الهندية هناك استعدادات كبيرة من قبل الأهالي والجهات المختصة لاستعداد لأداء مراسم ركضة طوارج في بادي الأمر سينطلق الزائرون بعد صلاة العشاءين في ركضة طوارج استعدادا ليوم الغد وهو ذروة الزيارة وأداء شعيرة طوارج بعد قليل وكما أخبرتك عادل أو بعد صلاة المغربين سيتوجه الزائرون من مضيف الإمام الحسين المتواجد خلفي والذي لا يبعد أكثر من مئة متر تقريبا كما تشاهد تواجد كثيف للأهالي سينطلق الأهالي بعد الصلاة إلى المرقد المقدس للإمامين عليهم السلام لكن سيمرون بعدة مناطق وأحياء بعد ذهابهم من مضيف الإمام الحسين عليه السلام سيتجهان إلى مرقد أبو هاشم وهو أحد أحفاد أهل البيت نعم مويد استعدادا لأداء مراسم هذه الشعيرة المهمة إذ سيقوم السيد ثامر القزويني بأداء الصلاة صلاة الظهر بعد هذه الصلاة والاستعداد لأداء هذه الشعيرة الشعيرة ستنطلق على مرحتين عادل كما أخبرتك الأولى بعد صلاة المغرب والثانية يوم غد وهي الذروة عند دخولهم إلى الإمامين عليهم السلام عادل هناك استعدادات كبيرة أبدتها العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية لاستقبال جموع الزهرين يوم غد هو اليوم العاشر من المحرم الحرام يوم عاشراء هناك استعدادات كبيرة أبدتها العتبتان المقدستان حيث هيئة كل وسائل التي يحتاجها الزهرون لأداء هذه الشعيرة التي ستكون بعد صلاة الظهر عادل قد تم فرش الأبواب والمداخل لمرقدين الإمامين عليهم السلام بعدة طبقات الأولى كانت طبقة من النايلون وبعدها رمل ثم الموكيت أو الكاربت الذي سيزال عند اقتراب هذه الشعيرة من أداءها لكي تبقى المداخل مفروشة بالرمل من أجل سهولة دخول الزهرين وعدم حدوث أي حالات اكتظاظ أو ما لا يسر هناك استعدادات كبيرة بالطريق هناك تهيئة من المواكب للزهرين من أجل تقديم كل ما يحتاجه خلال هذه الفترة نعم عادل نعم مؤيد شكرا لهذه الإضاءات والإضاحات حول ركضة طوارج اليوم غد